الله أحلى سينابون طحفة يلا بينا بقى شايفين يجنن غرقان بالصوص بجدن فرحانة جدا قمت عملت ده هوا دلوقتي حالا ليه عشان الأسرة اللي انتوا أفراجوا عنهم النهاردة يلا بينا هنعمل ايه عندك رغفين عيش هنعمل أحلى سينابون يجنن يلا بينا والله العظيم فرحانة جدا والله مش عارف اقول ايه يلا بينا هنجيب رغفين عيش فينه بس يكونوا طازة ومش بيتين لو بيتين هيتكسروا منك هنفتحهم كده زي ما انتوا شايفين ونفردهم بالفرادة الله وصفة سهلة وتجنن وما تاخدش ثلاث دقايق في ايديكي كده بصي ولا عجن ولا فرد ولا تفضلت تستني ولا الهواء كل ده في ثواني معدودة زي ما انتوا شايفين هنجيب معلقتين زبدة هنسيحهم وهندهنهم بالرغفين عيش بتوعنا وصفة سهلة ولذيذة وجميلة هنحط عليها معلقة ارفة نعمة ومعلقتين سكر معلقة هنا صغيرة هنا ومعلقة هنا برضو صغيرة الناحية التانية او سكر بودر او سكر التموين اللي عندك حطيه هنعمله رول كده زي ما انتوا شايفين وجري تحطيه بقى في الطبق بتاعك هتحطيه في الكوباية عايزة تحطيه في الرول تحطيه في الطوجن زي ما انا هعمل براحتك خالص طبعا بما انه مش واسع كده هقسمه اتنين ولا حاجة تدعاني ولا حاجة تعصبني على رأيي شو ما حبيبتي زي ما انتوا شايفين الله بقى شكلها تحفة ولا ادفع فيها تمانين جنيه ولا حاجة يلا بينا على احلى سوس جبنا ايه جبنا اتنين جبنا مسلس ومع لقتين لبن بودر وكوباية لبن واتنين سكر مع لقتين سكر صغيرين يبقى احنا حطينا ايه اتنين لبن بودرة زي ما انتوا شايفين نزلنا بقى بنص كيس الكريم شانطيه بتاعنا لان انا مش عاملة كمية كبيرة انا عاملة زي ما انتوا شايفين رغفين بس طبعا لو هتقطري الكمية كطري بقى السوس اللي انا عملته ده دلوقتي انا عملت ايه كوباية لبن واتنين جبنا مسلس اي نوع مش هتفرق ومعلقتين لبن بودرة ومعلقتين سكر فيه اسهل من كده وكوباية لبن براحتك خالص زي ما انتو شايفين سوس يجنن وسريع وتحفى والله العظيم ما قادر اقول لكم قد اي انا فرحانة ان هم افرجوا عن عن الاسرة والله هي مبسوطة جدا وهنحط ايه تاني كمان على السوس هنحط عليه نقطة فانيليا كده زي ما انتو شايفين كم نقطة فانيليا بصوا السوس يجنن واضربيه بقى بالمضرب بالهند بلندر عايزة تحطيه في الخلاط اي حاجة تضربيه بيها مش هتفرق زي ما انتو شايفين بصوا السوس كوامه يجنن بجد كوامه تحفى جدا الله شايفين وعليه بقى اي حاجة انت عايزة تحطيها سبرينجل اختياري طبعا مش اجباري هو كده طعبا السوس اصلا تحفى هنحط عليه سوس شكولاتة كده زي ما انتو شايفين تحفى جدا حاجة كده سهلة وخفيفة ولزيزة وعملتيها كده وانت حتى كوباية الشاي على النار تجنن شايفين منظرها والله يخبل عملنا اتنين اهو تحفى شايفين بكام ولا حاجة برغفين عيش بس امي بقى فراحي ولادك بالناس بس سعيدة دلوقتي الله يجنن شايفين السوس من جوه يخبل والله شكله تحفى ولا الولاد فرحوا بيه جدا خلصت الاولان عملت التاني من جمال والله شايفين تحفى جدا لأ لازم نقيم بقى وندوق الله يجن ننسوش اللايك والاستوراك بقى يا حلوين